هيدلاينز نبدأ مع جريته الشروق نبدأ مع جريته الشروق وفي ملفاتها في جزء لول بش طرقت في صفحة 9 تتحكم في معطية أساتذة وطلبة بالذكاء الاصطناعي شركة صهيونية تتغلغل في جامعات تونسية يبدو أن هذا الملف سيكون على مجموعة من تكون في شكل سلسلة اليوم تقرأوا الجزء لول من الملف هذا في الصفحة 9 كما حكيت نت عديو في موضوع آخر في شروق نقرأوا تدخل القضاء في قرارات مجالس التربية هيكل المهنة تندد وتصعد في تفاصيل مقال نلقاها في الصفحة 10 وبعدها في صفحة 10 نقرأوا دراسة تكشف الفوضى ثقافة مرورية في تونس تجارة الغبرة تنتشر كوكاين فاسدة للفقراء المدمنين تفاصيل مقال نلقاها في الصفحة 14 في الشأن المجتمع في جارة شروق اليوم بلا كهرباء ولما مراكز الفنون الدرامية والركحية تستغيث نلقاها في تفاصيل المقال في الصفحة 17 ضمن الورقات الثقافية للشروق أبرز المواضيع كانت المواضيع الرياضية صلتت عليها الضوء اليوم والشروق والإخذة حيز أكبر في الصفحة الأولى اليوم تشويق في سفاقس وإثارة في المونستير صراع المركز الثاني وفيما الأعلم المصري يواصل الاستفزاز الترجي يثير مخاوف جمهورية في الشأن العالمي نقرأوا ورطاء الصهاينة وأغذبهم بايدن قنابل ثقيلة قتلت المدنيين تفاصيل مقال نلقاها في الصفحة الخامسة وعنوان آخر أيضا في نفس الصفحة نقرأوا رئيس أركان إسرائيلي سابق يعترف فشلنا في اغتيال الضيف والسنوار هذه أبرز العنوان نلقاها في صفحات الشروق اليوم من غادي نمشي مع الصباح رغم القرارات والإجراءات ملف التشغيل الهش يراوح مكانه أبرزها التكفل بمصاريف علاج الضحايا مقترح قانون لتعديل مجلة التأمين على حوادث المرور تنتشر في هذه المناطق خمسة لاف إصابة بالليشمانيا سنويا أغلبها جلدية يطالبون بتنفيذ الاتفاقيات المعلقة خمسة لاف من الدكاتر الباحثين معطلون خمسة وسببين في المئة منهم إنث اتهمته تلميذة بالتحرش القضاء يبرأ مدير أعدادية ويوجه الاتهام للشاكية ووالدتها أيضا اليوم لا ينتع الصباح الافتتاحية صباح الخير رفح تحرش ضمير العالم تكتب مونيا العرفاوي اليوم نقرأ أيضا مهرجان الشرق القراءة للطفل في دولة الخمستاش تنوع العروض وذكال الصناعي تحت مجهر الخبراء الثمانيين الفلسطيني فروا من رفح خلال ثلاثة أيام هذه الوينروات اللي تقول الكلم هذا الجولة السابعة لمجموعة التتويج صراع الوصافة على شديف المونستير وصفيقس الجولة العاشة للبلاي اوت القواف اللي تأكيد الصحوة وسليمان لرد الاعتبار بعد رفض ثلاثه ضد الترجي سفيقسي استأنف وإلوح باللجوء إلى التاس كأس العالم للأنديا الترجي يضمن الحصول على ثمانية وعشرين مليون دينار دورة روما للتنس أنس جيبر تواجه اليوم الأمريكية كينين نتعدى لصحفة اليوم نقرأ في الشأن الوطني في الصفحة الخامسة وزير الشؤون الخارجية في كلمة بمناسبة احتفال الاتحاد الأوروبي بيوم أوروبا البارح ما يحدث في غزة إبادة جماعية في الشأن العالمي غزة في الصفحة خمسة وعشرين نقرأ حرب غزة في يومها الميتين وستاش 34904 شهيد وتحذيرات من إبادة جديدة مواضيع أخرى نقرأ في الصحفة اليوم من أبرزها نقطة بيع من المنتج للمستهلك بشارع الجمهورية ابتداء من يوم الأحد 12 ماي ولمدة أسبوع بادرة طيبة لكنها غير كافية للضغط على الارتفاع الجنوني للأسعار في الصفحة الثالثة نقرأ والإصلاحات الاقتصادية لتحفيز الاستثمار نحو تحيين المنظومة التشريعية والإجرائية بنسق أسرع في أخبار الرياضة نلقاهه في صفحة 16 و 17 الدفعة الأولى من الجولة السابعة من مرحلة التتويج الإفريقي والاتحاد من أجل التعويض السفقسي والملعب التونسي للتأكيد هذه أبرز العنوين في الصحفة اليوم الافتتاحية بي عنوان donc الافتتاحية بي عنوان عن حق النساء وضمن عدم الافتتاح عن من العقاب بقلم المنصف عويسوي هذه أبرز العنوين ألقاها في الصحفة اليوم من رادي نمشيو مع لطانقاو لأوليوم السباح بس du pouvoir d'achat des salariés l'UGTT propose un nouveau round de négociations sociales dans le secteur privé نقراو أيذن rapport annuel d'Aswat Nisa et de l'AFC sur le féminicide meurtre des femmes phénomène à éradiquer hormis l'approche de la saison touristique 30 hôtels ont fermé leurs portes pour manque de main d'oeuvre qualifiée migration irrégulière inextricable faisceau d'amalgame des représentants de la société civile en sit-in pour dénoncer les politiques européennes en matière de migration observatoire national de la circulation routière 376 morts et 1571 accidents depuis le début de l'année نقراو أيذن EU4Youth Talks un dialogue pour et avec les jeunes tunisiens et tunisiennes reportage la pêche à Kelibia problème du surplus de bateau qui encombre le port finances publiques un crédit syndiqué en devise contractée auprès des banques à rembourser incessamment du ciel de Wail Malrani à la cité de la culture une ode à la résilience humaine Nkraou Aydan Ligue 1 Play-off 7ème journée USMCA et CSS stade tunisien 17h30 le fauteuil de Dauphin en point de mire Play-out 10ème journée EGSG ASS 15h un match coupré ESS de Chikhaoui et Ben Amor l'édito si les armes pouvaient se taire si les armes pouvaient se taire l'absus révélateur l'hôme bravo c'est miarrer l'édito génocide à Gaza l'antithé siyoniste très déçue par la menace de Biden d'arrêter certaines livraisons d'armes guerre en Ukraine les forces nucléaires russes prête au combat selon Poutine في المغرب نقرأ الانتخابات الرئاسية في انتظار ضبط الرزنامة وتحديد الموعد وتعديل الشروط هيئة الانتخابات ستعقد مجلسها قريبا ومسيرة منتظرة لجبهة الخلاص يوم الأحد القادم في موضوع آخر من أجل تحريض العسكريين وإتيان أمر موحش ضد رئيس الدولة شايمة عيسى تعترض على حكم غيابي بالسجن لمدة التلويح الأمريكي بإيقاف تسليح إسرائيل نقطة تحول مفصلية في حرب غزة وحكيم بن حبودة يكتب الجامعات الكبرى وثورة الضمير طبعا في علاقة بالإحتجاجات التي طالت العديد من الجامعات في العالم نصرة لفلسطين الافتتاحية بقلم حسين العيدي يكتب في ظل تنامي خطاب العنف والكرهية تصاعد المخاطر الاختلاف هذه أبرز العنوين والمواضيع التي نقرأها في المغرب اليوم من غادي نحتمو معا لابرس هجنقاو كمبات شوية في أخبار السبع ونص على يونت لابرس ريوبرتور إمنان درس جدي لأن نقرأ أيضا allocution de نبيل عمار à l'occasion de la célébration de la journée de l'Europe notre relation devrait pour prospérer dans le futur être fondée beaucoup plus sur le partenariat l'assistance relation internationale la Tunisie et la Hongrie s'engage à renforcer la coopération bilatérale Tunisie-Canada vers la prospection des opportunités d'investissement dans les régions tunisiennes Kamel Fikhi reçoit une délégation du SNJT le MI veille à garantir la liberté d'expression et la liberté de presse le mystère de l'intérieur bien évidemment concours international et européen de l'huile d'olive extra vierge l'huile d'olive tunisienne indétrônable services bancaires et postaux répondent aux besoins diversifiés des entreprises tunisiennes l'éditorial se protéger de la boîte de pandore numérique société lutte contre les MST et le VI Sida une épidémie passée sous silence la presse la presse le rencontre avec le réalisateur suisse richard en orio la métaphore dans l'oeuvre du maître du cinéma poétique suisse ce soir de l'oeuvre de l'oeuvre